انا عايز اقولكو ان انا اضحك علي انا اضحك علي اتسكعت كده على افاق افاق يعني بص وترقع ترقع اضحك علي ومش هتصدقوا ايه اللي اضحك علي مش هتصدقوا ايه اللي اضحك علي فيه هذا البتاع السغانتوت هذا البتاع السغانتوت هذا البتاع السغانتوت اهو وازاي بس شبري ونص تضحك علي جامل شبري ونص دواء سنتي ونص المهم هقول لكم ايه هذا البتاع واللي عارف يكتب في الكومنتات ايه هو البتاع اللي ظهر في أول الفيديو هنجيب معلقة من السكر ومعلقة من النسكافي طبعا السكر زي ما تحبي حط عليها ماء سخنة وضويب الكلام ده كله مع بعضه وهنحط هذا النسكافي في قلب هذا البتاع اللي قلتلكو عليه وحنسيبه يجمت في الفريزر لحد ما ايه يمسك خالص يعني يعط خبس ساعة ست ساعات تاني يوم براحتنا بقى ما فيش مشكلة اللي عارف هذا البتاع ايه يكتب في الكومنتات قديني قلتلكم النهاردة بقى هعمل لكم مفاجأة مفاجأة بمناسبة ندحك عليها هنعمل أسرع أشطوطة في العالم محدش عملها قبل كده هنجيب بهضة وكوبة معلقتين من السكر سوري مش كوبايتين ممكن تحطي تلات معالق لو انت بتحب السكر زيادة انا بحبه زيادة بصراحة ونحط رشة من الفانيليا ونضرب الكلام ده كله مع بعضه معلقة من الزيت اضربي كل ده ضربا مبرحا هتحطي معلقتين كبار من الحليب اللي هو اللبن يعني عندنا كبصريين احنا منكلم عن المعلقة بتاعت الرز المعلقة الكبيرة وتلات معالق من الدقيق وعلى طرف المعلقة كده شوية بيكينج بودر وهنحط معلقة صغيرة من الخل واضربي هذا الخليط ضربا مبرحا لحد ما يبقى شكل الخليط بهذا الشكل ساوي الخليط وامسكي كده القالب وارزعير زعتين كده على الأرض علشان يتساوى دخلي الفرن او دخلي المايكوويف هيقعد تلات دقايق في المايكوويف ممكن يقعد في الفرن من سبع لعشر دقايق هنفتبروا بالخلة قبل ما انطلعوا وانسيبها تبرد خالص هنا بقى عشان نعمل أسرع أشطوطة في الدنيا أسرع أشطوطة في الدنيا عملنا الرز بلبن انا عملته معاكوا في فيديو قبل كده وافتكر في ناس كتير شايفوا الرز بلبن وجربوه وشكروا فيه روعة روعة أحسن وصفة روز بلبن عتعمليها وانا بقولك وانا متأكدة والناس القفوشة بلعدت تقول لي تحطي تيني شابا بنحط شتشة روز في لش انا بعمله كده انت عايزة جرابي جرابي مش عايزة انت حرة بس عايزة اقولك ان هو لم نشي ولا ماسك ده روز بلبن عملاية من قبلها بيوم يعني هو قاعد يوم في التلاجة بصو كريم يا قديه بصو حلو قديه مجد أحسن طريقة للروز بلبن وحاتكليه وحاتديني هنا بقى الكيكة كانت بردت خالص هبتدي بقى ان انا قطحها بقيس القلب ده طبق الرز بلبن بقيس عليه الكيكة علشان نعمل القشطوطة وانتوا عرفين القشطوطة بتبقى طبق رز بلبن وبعدها بقى كريمة الحليب السوري كيكة الحليب مش كريمة الحليب كيكة الحليب تمام هنقطحها كده على قد القلب والقلب اللي انا عملته الصغار ده عمل معي تلت أطباق شبه اللي انتوا شايفينهم تلت أطباق كده صغيرين نقول ان دي مني اشطوطة مع ان الاشطوطة الاصلية يعني مش كبيرة قابة على فكرة انتوا بتشوفها في الفيديوهات بس هي مش كبيرة قابة هنسقي بقى الكيكة بعد ما عملنا فيها فتحات معلقة من الحليب المحلل المكسف وربع كباية من الحليب ممكن تستبدل الحليب المحلل المكسف بالسكر وتسقي به الكيكة المهم من الكيكة تتسقي وتبقى طرية كده انا عندي شوية كريمة في الفريزر طبعا هي زيحة شوية كالمفروض تتضرب بعد ما بتحط الكريمة في الفريزر بتطلقيها تفك وبعدين تضربيها علشان قومها يتزبت بس هنا مش مشكلة يعني مش محتاجينها قومها يتزبت او لان كده كده حدريها فهنزبطها مفيش حاجة توقفنا الحاجة الدائق والحاجة عصابيك اللي موجودة عندك أميلي بيه زبطنا الكريمة زي ما شفته ونحط عليها مكسرات انا بعمل هنا أشطوطة مكسرات ممكن تحطي مانجا ممكن تحطي لوتس ممكن تحطي كرامل براحتك بقى في كزا نوع للأشطوطة انا هعملها المراضي بالمكسرات وماقدرش اقول لكم الجمال والطعام والحلاوة دي هتجي واحدة تقول لي وبركزة معي فين البتاع اللي اتضحك عليك فيه هقولك يا ماما سويني سويني هنعمل بيه حاجة دلوقتي سبوري هنجيب نص كباية حليب ومعلقة من الحليب المحل المكسف او سكر وحعمل فوم للحليب والخطوة دي ممكن تستغني عنها ممكن الحليب يعني من غير فوم ادي النسكافي اللي انا كنت مدوباها حطيته في اوالب التلج لحد ما مسك وهعمل كراط من النسكافي بصوحة هنجيب الكوباية اللذيذة بتاعتنا ونعمل الايس كوفي بتاعنا عشان نشربه جنب الاشطوطة نحط مكعبات التلج اللي احنا عملناها من النسكافي ودي البتاع اللي ادحك علي فيه ادي يا جماعة هو عبارة عن آلب سيليكون والناس اللي اتوقعت في الكومنتات شطرين شطرين هو آلب سيليكون بتحطي فيه بقى النسكافي اي مشروب تحبيه ويديكي شكل هذا الدب دوب بالصفات ونط زي المهم هذا الدب دوب انا كنت بلف عليه بقى لسعادتين سنتين والله المهم لقيته في تطبيق بيبيع اونلاين يعني الاتنين بمية وخمسين جنيه وانا لقيته في الجروبات بيبيعه الوحدة بعشرين جنيه انا ادحك عليها عادي جدا عادي جدا وكله هون في سبيل هذا الدب دوب كله هون في سبيل ايه هذا الدب دوب ونصب بقى اللبن او الحليب يعني في دول اخرى على هذا الدب دوب بصوا بقى بصوا بقى شكل الايس كوفي بصوا بقى شايفينه بيختص في فوم الحليب ازاي كن واخد شور كده واحد قاعد مستقانياس كده بصوا بقى بصوا بجمال بصوا بجمال بصوا الحليب والله يا عسل حتة ايس كوفي حتة اشتوطة ميني اشتوطة اشتوطة عملت في 3 دقايق 3 دقايق عملنا اشتوطة احلى اشتوطة يعني امر 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 ما قدرش اقول لكم طعمها كان حلو ازاي رز بلبن طعمه جميل الكيكة طعمها حلو ومزبوط لما تساءت بالحليب اللي هو بالمحلة تساءت بالحليب اللي عليه حليب محلة مكسف قد الطعم حلو جدا جدا بجد يا جماعة حلو قوي 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 جربوها وقلولي ولو اعجبكم الفيديو والفكرة اعملوا زايك للفيديو شيروه اكتبولي كومنت حلو واعملولي فلو لو لسه ما عملتوش وقلولي بقى ايه رأيكم في الدبدوب يستهل ان انا يتضحك علي فيه ولا ما يستهلش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة